موسيقى السيد سلوان إبراهيم أنا سعيد جدا باللقاء معك سؤال الأول منذ متى وأنت صديق لريشتك من طفولي باللشة بجشة كتير صغيرة كنت صغيرة بعمر 8 أو 9 سنوات كان في مكتبك قرب البيت كنت طالع مجالة سوبرمن كل الخميش أنزل كان حق المجالة 75 إرش كان في إرش صح حق المجالة 75 إرش أشتريها طالعها وأعمل كافي أرسم الرسمات إنقل الرسمات ولاش تعلم حالي الرسم بدون ما أدرك هاشي كنت ولد حيث هايك بلاشا يعني الرسم أنت تعلمت تعليم أو كان إيه ناج يعني داخلي خلقان معك للك شغيرة فيه أنواع من الطيور فيه أنواع من الطيور بقول لها الطيور اللي بتغني فيه طيور ما بتغني الطيور بتغني بتخلق بس يتفقش وتكبر شوية بتغني منها لا واحدة بتلق أنا بس هي مغني الطيور بغني أنا في مبور بلاش ترسم بدون بدون ما حدا يعلمني بس السلوان يعني هل ما حصل معك وأنت طفل بموضوع شلل الأطفال ساعدك بإبراز موهبتك وساعدك بإظهار رسوماتك بالنحو اللي شفناها بمرحلة لاحقة؟ أنت عندي شارع أطفال بإجري اليمين بإجري اليمين وهالشي منعني من الحركة ما أدور أحرك مثل رفقاءة بالمدرسة ساعة الفرصة يعني ينظروا ينظروا يلعبوا ينطوا يفزوا أنا كنت طالع بهالوقت طالع الكتب عيدة دروسة وكمان أرسم أتطلع وبين الكتب كنت أتطلع كتب التاريخ الأشياء الكتب اللي فيها رسمات كمان كنت أنسخة كمان كمان كنت أنسخة بلاشت أنسخ بقوة أول شي بقى مرصاص بعدين بعدين ستجيب ألوان كما أنزع على المكتب أشتري ألوان بعدين كبرت الورق كبرت الكارتون كمان أنسخ أهلاتي بفرصة نهاية الأسبوع ياخدوا أخواتي ويدهروا من البات أنا كنت أصار ضل بالبات عم برسم عن ميدي وفض الميدي كله طولة الميدي وحط الكارتون والعلوان وقعد أرسم مني لوحده وقضي وقت وحدي لأي درجة هذا الوضع الصحي ساعدك بموضوع الرسم وعم بحكي الموضوع المعنوي معنوياً ليس أنك جالس لترسم ولكن أدي هذه عدم الحركة قالت لك لا أنت لازم تكون قوي وتعطي شيء سواء بالرسم أو بأي عطاء فني أو أدبي أو علمي ما كان عندي إدراك هلا كنت ولد أنا ما عندي إدراك بتعرف بين الظرف ومعلومة تأتيك عن وضعك بالظرف والإدراك توصل لإدراك ولد كثير صعب الوالد لا يدرك ما بتوصل للإدراك ممكن الأهل بيدركوا أنو الأبن عندها العها هيدا أو عندها النعوس هيدا بس الولد ما بيدرك ما كنت عها كثير كبيرة كنت استمرت عم بمشي بس العها الأساسية اللي وجهتني نحو الرسم والدراشة والمطالعة هي سماعي ما عندي ما بسمع ما كنت أسمع مني فهيدا هو الموضوع خجعلني من إنسان منغلك نحو الداخل وبقيت منغلك نحو الداخل بحيرة تصمت لخمر الثلاثين أو واحد أو ثلاثين سنين انك في شبه أوتيش إذا بدك شبه أوتيش ما أنه كثير زاهر لحوالي بس كنت عم معين شو وبعدين هذه الحالة كمان ساعدتك بالرسم عطتك دفع لأنك ترسم أكتر تعطي فن أكتر ساعدوني على هذه الحالة تكون إنتروفرت إنتروفرت يعني منغلك على ذاتي وإلى الداخل ومنقول شغلة تنقول شغلة إذا بدك العالم الخارجي برا العالم الخارجي العالم الخارجي العالم الخارجي هو برا أما العالم الداخلي فهو جون لما منرفع الدعاء ومنرفع الصلاة منغمض عين من كل الكرة الأرضية وشعوب الكرة الأرضية بغمضوا عينيهم لما بيرفع الدعاء معنيتها السماء جوا مش برا العالم الخارجي برا إنما السماء هي جوا في الداخل هايدي الأفكار سي السلوان طبعاً انعكست على رسوماتك اللي بيشوف رسوماتك بتعتقد أنه بيفهم هذه الأفكار اللي أنت عم تقولها الرسومات اللي أنا عم بشتغلها إذا بدك باللوحة في كذا كذا طبقة كذا طبقة من الوعد ترجع على الشخص اللي عم بيتفرع أو المتفرج على اللوحة اللي عم بيأي مواقف عم بيأي مواقف فيها يقرأ في بتنقرها على كذا لير على كذا طبقة في لير سطح كتير بسيط في أنه هي لوحة جميلة فيها ألوان فيها ألوان وأشكال فيها حركة فيها فيها هندسة فيها تلاعب بالأدواء بس هو اللي عم بيتفرج على اللوحة بيقرأها بحسب اللفل طبعها القراءة اللوحات أو قراءة اللوحات أو قراءة الفن بده ثقافة ما بتجي بالفترة يعني إذا واحد عم بيشتغل ما بعشوه الاختصاص طبعه ما عنده ثقافة فنية ما بيقدر يقرأ الفن ألوان لأي مدى العامل الديني أثر بشخصيتك وبالتالي بلوحاتك تعرف هذا الشيء هذا الشيء معلوم أنه كل إنسان كل شاب كل شاب ببداية حياته إذا بدك ببداية شباب بشبابه بطرح أسئلة كتير بمر بمرحلة دينية بطرح المرحلة الدينية بقدر ما عنده خبره بالحياة بس بعدين لما بيقبر بصية فعزها عنا التجربة والمعلومة عنا التجربة والمعلومة بيجمع واحد بفترات حياته معلومات معلومات بس هالمعلومات تتصل الإدراك بدها تجربة والنهار اللي بيعمل تزاوج بين التجربة والمعلومة هاي دي رحضي تطاع كتير حلوين بفترة من فترات كنت تناول تعم الراهب نعم ثم قلت بوحدي من مؤابلاتك أنه بدل ما أعمل هذه المهمة عبر الرهبنة مهمتك صارت أنك ترسم لأجل الله شو معنى ذلك؟ لا، من هالعدة محددة ممكن بالدار كان في شيء عم بيصير، أوكي كان في شيء عم بيصير اللي صار هو أنا لحق تنجمي لحق تنجمي تعرف كيف وحبي لحق النجم، في أشخاص تلحق الرعاة لحقوا الانجلس، بينما المجروس لحقوا النجم المجروس وصلهم كل المعلومات لو وين لجي ميروحوا العصد الرعاة، وصلهم كل المعلومات وين لجي ميروح وطعف قصة عيد الميلاد عند المسيحيين أما المجروس ما عليهم وصلهم معلومات شوين لجي ميروحوا وصلهم طاقة تحركهم أنا وصل لي طاقة حركتني بس ما كنت مدرك ما كنت عارف ولا كنت مخطط أنه بدأ أعمل هذا الشغل اللي نعمل أنا عملت شغلة بس ما كنت وحدة ولا مرة أنا عم بعمل الشغل مين كان معك؟ كنت معي عصدقائي وأخوتي وأحبيه قلبي عم بعمله معي الشغل كنت عم بعمله لألم ومحبتي لألم محبتي لبلدي ولوطني ولأخوتي ولأهلي بتقول انت بوحدة مقابلتك انك تتفاعل مع اللوحة وانه مش انت بتروح لعندها هيا الفكرة بتجي لعندك بلى بلى صحيح لأنه كان هناك شيئ قد تفعل معه جاذبية جاذبية اتراكشن عندك لو عمل الاتراكشن الايجابية جاذبية الايجابية جاذبية السلبية حسب انت شفي بداخلك تجذب نحو كل شي انت بتتمنى في علمي بالجامعة كانت تعلمنا عنده هوس انه بده تموت خبصها الكميون بالفعل خبصها الكميون وماتي خبصتها شاحنة وماتي نعم هذه جاذبية سلبية نعم انت بلوحاتك دائما بتدعي للجاذبية الايجابية انا عندي قراءات بتجعلها الجاذبية ايجابية والبرئة بينضح في بيابا بيطلعوا بلوحاتك صحيح بزيتف انه شيء لوحاتك بزيتف انه شيء بزيتف انه شيء انا ما اخذت ما فيش فيك عنده بالشغلي اخذت من ساقفة من الكتب ومن الابط من الاصدقاء والبرئة بينضح بيطلع اللي فيها عم تطلع بالاعمالة الفنية حتى بتقول بمقابلة سي سلوان انه البشر بيشبهوا بعضن بنسبة 99% دي اي تابعن هل لذلك صارت لوحتك بس تحمل هذا الشخص الوحيد اللي عم ترسمه بلوحاتك سنة 2002 كي عندي ثلاثة اشخاص نسمه بعدين اتخلت عن اتنان وبقيت واحد بقيت واحدة انتلاع من هاي الفكرة السي سلوان انتلاع من فكرة انه دي عنقاي واحد بالبشر طبيعي طبيعي واحد بالبشر البشرية واحد واننرط مش بس البشرية الخليقة انا معمولين من ميدة هاي الميدة هي امنة هاي الميدة الماتيار الميدة الارض الخليقة الكواكب الكوزموس كل شي النبات الحيوان هاي الميدة نحنا معمولين كلنا من نفس الميدة كل الكون هاي الميدة بعيشها واحد وبيكتشفها مع الوقت نحنا منبلش بالإيجو بالحياتنا بالشباب بس الإيجو شو يعني إيجو؟ إيجو يعني إيجو يعني إيجو يعني أجين قد أوت أجين قد أوت والتالي أجين قد أوت بمين تأثرت من الرسمين؟ هل تأثرت؟ كل مرحلة بس انا هلا بالوقت الحاضر معجب جدا ببيكاسو انا بسكر لما بشوف روحي ببيكاسو تأثرت فيه؟ بسكر ما بتأثر فيها ما بتأثر بحدا أبدا ما بتأثر بها أنا وعبوها في الدين لوحة البيئر كامفا الأبيض ما في حدا أنا والبيئر كامفا واحد نام نعم واحد نام بتتعب لتبلش الفكرة؟ أبدا بتتعب بشغل اللوحة بتأخذ كتير وقت معي الشغل عندي أفكار كتير مبعض بيوجود الناس بيقولوا الأفكار ندرة أنا بالغرفة عندي منا الأفكار ندرة في كتير أفكار طيب كيف وصل سلوان للاستقرار على هذه الألوان اللي هي فاقعة وهذا الكنترست بألوانه؟ كان في صديقة معي بالصرب الجيمة كانت مرة عم تشتغل فاتت لعندي لجوبة على المحترف عم تبكي على وجهه للخير مبعض ما بتذكر اسمه عم تبكي قالت لي سلوان قالت لي قالت لي بخلط اللون على البلال بحطه على اللوحة بيطلع غير شي أوكي؟ لكن عنا معلمة عم تعرض عنا مادة اسمه التكنولوجي للألوان شرحت الله أنا بتحطها في شي اسمه بتحط هذا اللون كم أخضر إلى اللون هم أضاد بس هل أضاد بيجملوا بعضهم هل أضاد بيجملوا بعضهم هيدا الكنترست بحط البلال بس هم الأضاد بيجملوا بعضهم وبيظهروا بعضهم؟ بيظهروا بعضهم أكيد هل يشبه فن سلوان فن رسامين آخرين؟ ما عندي علم ما بتعرف؟ لا كم معرض أقام سلوان إبراهيم؟ سيدة عيدة الشرفين وسيدة عاليا هيلة المطر عاليا مطر هيلة يعني عامل معرضين؟ مرحلة؟ لا ما عملت معرض أنا عملت معرض واحد عن سيدة عيدة الشرفين بالسانتروفيل في 2007 هيدك كنت فيه لحالك؟ لا واحد هل تتشارك بجالوريات تانية؟ أبداً أبداً أعرض سيدة عيدة الشرفين بعدين سيدة عاليا مطر هيلة بعدين هلأ مع خواجة فادي ملس هل بتقدر تحصي كم لوحة بعد؟ أبداً ما بعرف بس ما عندي ولا لوحة بعتهم كلهم؟ كلهم بعرف هل ممكن تحدد كم رسمي رسم بحياتك؟ لا أعرف ما فيك تعرف؟ بالمئات بالألاف؟ بالمئات بالمئات؟ بالمئات لا أعرف ممكن بالألف لا أعرف هل بتعتبر حالك تنتج كثيراً؟ كثير الإنتاج؟ قبل كنت عاماً كنت أشتغل 14 ساعة بال 24 ساعة في أنت الألفين ألفين ألفين وواحة ألفين واثنين يعني هكي لهذه الملحلة كنت أشتغل 14 ساعة بال 24 ساعة هلأ كم ساعة تشتغل بنهار؟ ما بشتغل ما بعد بساعة بقوله أنا برتاح وبشتغل برتاح وبشتغل ما بعمل شي غير اشتغل إلا ترسوا؟ بس برسوا أستاذ سلوان هل هناك لوحة تعتبرها الأهم في لوحاتك؟ كلهم الحلوين هل هناك فكرة معينة بتتمنى لهذه اللوحة اللي بعدها هون تطلع معاك؟ بعيش باللحظة ذاتها أنا وقت بقلي في لوحتي بعيش باللحظة ذات الـ present moment ما عنده شي الماضي للأب والأباء والأجديد والمستابر للأولاد بينما لوحة يعيش العلاقة بالنفس وهذا هو لحظة الحاضر يعيش لوحة باللحظة باللحظة هذه لحظة الـ inspiration بكتحكي برانايانا بالبوديسم أو غير هذا العلاقة بالنفس شو هي الـ برانايانا؟ برانايانا هي اليوغا اللي بيستعملوا فيها التمارين التنفسي بوصية مشين يوصلوا للوعي والـ enlightenment أنت متأثر بالبوصية شي؟ لا أنا متأثر بالمسيحية والإسلام واليهودية نعم وهذا الشيء منشوفه برسميتك طبعا؟ بينضح منه لوحده أنا مالا مرة أصدت حط معلومة أو شيء في عندك حرف الـ wow الـ wow ايه الـ wow بدنا نقولوا ليفهموا أن المشاهدين ما غنقصد حرف الـ wow حرف الـ wow مش واحدة أنا بيستعمله كل الأشخاص اللي هني intuitive بيستعملوا حرف الـ wow يعني بيصيروا professional بيصير بيستعملوا حرف الـ wow لأنو أنا بحط هلأ بحطها بقلي في اللوحة هلأ بحطها هلأ بيعيش لحظة الحاضر هلأ بحط هيدا اللون هلأ بحط هيدا اللون هلأ بحط هيدا الشكل مع حرف الـ wow وهلأ وأحمر وأصفر وزيح وكيرف وهو حرف الـ wow موجود حرف الـ wow موجود هل من حرف تاني كمان مأثر فيك سلوان؟ حرف الـ y حرف الـ y هو حرف الزرع الزرع حرف ال y هو حرف الزرع بحث أنو حرف الـ y هو مزروعة فيي نعم حرف الزرع بحث في شين زرع فيي وهالشي هو هالبزري اللين زرعت فيي أعطيه التمر وهالتمر هن أنتو عم بتشوفه صحيح برأيك استاذ سلوان ما هو مستقبل الفن التشكيلي في لبنان وربما في العالم؟ ما فكت ولا مرة بهذا الموضوع شو الفن بالبنى أنا عطيت فن بالبنى أنا كل الوقت كنت فكر أنه أنا هلأ العم بعمله هو الماضي طبع المستقبل وعم بعمل شغلي مش لقالي للربح السريع ولا للقلل اللي عم بتبيعه هلأ والربح السريع أنا بعمل هلأ الماضي طبعا مستقبل وبيقلهم أنتو حبيبات اللي حيجوا من بعض أنتو حبيبات وهذا الشغل اللي قال لكم عم أتعلم غيرك؟ لا أعوز أحد عم يتعلم من اللي أحبه بس أنا ما خضت مجال التعليم ولا مرة بحياتي استاذ سلوان إبراهيم شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة الجميلة جدا شكرا